موسيقى هذا البرنامج برعاية المركز كالمتثقة بيت التمويل الكويتي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الكويت ارتفاع أسعار النفط ربما هو الخبر الأهم والأبرز بالنسبة للكويت التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل ومن المتوقع أن تسجل الكويت دموا في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 5% كل العام الحالي ولكن كل هذا مرهون باستقرار الأسواق وانحصار الوباء تزبزب أسعار برميل النفط الكويتي ما فوق الثمانين دولار يعني انخفاضا كبيرا في العجز في موازنة الكويت للعام الحالي والذي قدر بنحو 12 مليار دينار عند سعر برميل النفط 50 دولار وكانت مؤسسة فيتش سلوشنز قد أشارت إلى توقعات أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت بنحو 5% في عام 2022 مدعوما بارتفاع الصدرات النفطية بنحو 12% إلى جانب توقعات عدم عودة انقفاض أسعار النفط إلى مستويات فترة كورونا وكان وزير النفط الكويتي محمد الفارس قد صرح أن نصيب الكويت بنتفاق أوبيك والذي سيتم بمجابه إضافة 400 ألف برميل يوميا في شهر فبراير المقبل يبلغ نصيب الكويت في 27 ألف برميل ليصبح إجمالي إنتاج الكويت 2.6 مليون برميل يوميا وعلى الرغم من أخبار أسعار النفط الإيجابية إلا أن موضوع قانون الدين العام ما زال يحتل الأولوية لدى الحكومة الكويتية حيث أكد وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد عبر حسابه على تويتر عن ضرورة القانون وكان الوزير يعلق على بعض التصريحات التي نسبت إليه مؤخرا حيث قال إن الضريبة ليست أولوية للإصلاح وإن ضريبة القيمة المضافة التي وقعت عليها الكويت ضمن منظومة مجلس التعاون ولم تطبق حتى الحين تصدر بقانون وليس بقرار من الوزير وتعد منظومة الضريبة أحدى المقترحات المطروحة لتعظيم دخل الدولة في ظل عدم استقرار أسعار النفط ويذكر إن صندوق السروة السيادي الكويتي قد مكنها من امتصاص الصدمة التي تسبب فيها انقفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية إلا إن وكالات التصنيف العالمية تؤكد على ضرورة إيجاد بدائل للتمويل مستقبلا تستطيع الكويت اللجوء إليها عند الحاجة وكانت وكالة موديس قد أشارت في تقرير لها إن التحول الذي يشهده العالم تجاه الطاقة المتجددة سيشكل دقوطات كبيرة بشكل خاص على الكويت والعراق وسلطنة عمان وعلى المدى الأبعد على أزربيجان وقطر وأبوظبي والسعودية وما زالت الكويت تسجل ارتفاعا في حالات الإصابات بفيروس كورونا والتي تجاوزت الأربعة ألاف حالة يوميا بعد أن كانت قد انقفضت إلى أقل من خمسة عشر حالة في اليوم ولكن الشيء الجيد أن هذا الارتفاع في الإصابات لا يصاحبه ارتفاع في حالات الوفيات ولكن الكويت اتخذت إجراءات احترازية جديدة من بينها خفض نسبة الحضور في الدوائر الحكومية معدل الإصابات اليومية غير المسبوك والذي تجاوز الأربعة آلاف إصابة دفع السلطات في الكويت صوب العودة إلى فرض جملة إجراءات للتعامل مع احتواء الزيادة اليومية المضطردة في أعداد الإصابات أهمها العودة إلى تقليل أعداد العاملين في الدوائر الحكومية وتقديم الخدمات الحكومية المختلفة عبر الأونلاين تحدد نسبة عدد الأعملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز خمسين بالمئة وتتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذا الحدود وفقاً للمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل وفي حال الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وكان ملحوظاً في الإجراءات الأخيرة التشديد على ضرورة تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة وعلى إعادة تعريف متلقيها بأنه كامل التحسين وأنه يستطيع بموجبها الولوج إلى خدمات وأماكن كثيرة تكليف اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا بالتأكد على العاملين ومرتادي كل من صالونات محلات الحلاقة الأندية الصحية بضرورة اكتمال التصحيق تحصين ضد فيروس كورونا بيد أن ارتفاع أعداد الإصابات كان مصحوباً بشيء من الاختلاف فرغم تجاوز الأربعة آلاف إصابة تقول السلطات أن أعداد من دخلوا أجنحة المستشفيات أو الرعاية المركزة قليل للغاية وهي مؤشرات ينظر إليها بشيء من الاتمئنان والله أنا أشوفها بصراحة بصدق يعني أشوفها نزلات برد عادية نفس ما كانتين الفلونزا النشلة والبلاعيم يعني بالكويت البلاعيم اللوز يعني الزكام العادي هذا أنا أشوفها أنا ما أشوف شيء أوفر حرارة وكحة ونشلة ونفس الفلونزا العادية تشبهها جداً وإذا كانت السلالة الأخيرة من كوفيد-19 طرأت عليها تغييرات خففت من تأثيراتها فإن السلطات الصحية أيضاً تعاملت معها بأسلوب مختلف فحتى الآن لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة مثل أغلاق المنافذ أو فرض الحظر الجزئي أو الكل ولم يتم إغلاق المدارس واكتفية بفرض قيود على التجمعات والأفراح ما فيه لا التزام لا بمجمعات ولا بالمدارس حتى بالمدارس ما فيه تباعد اجتماعي حتى لجنات الاختبار ما يلبسون الكمامات يعني ما فيه التزام هذا السبب لكي يزيد الحالات حالية الحين لازم كل واحد يتحمل مسؤولية صار فيه وعي خلاص عرفوا أن هذا المرض ينتشر بطريقة سريعة مثلاً يروح عمره يحجر نفسه فترة بعدين يسوي البي سي آر وبموازات ذلك لوحظ أيضاً إقبال شعبي طوعي كبير على تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة والتي بدت أكثر قبولاً بعد الأنباء التي وردت عن متشار السلالة المتحورة وعن فعالية الجرعة التنشيطية في تحصين متلقيها يعني أنا شايفة الجرعتين ما حموا وأمية بالأمية وأنا شفتها يعني إنها سبب عشان تسافر عشان دش مجمع عشان دش جمعية اللي الواحد يعني مثلاً يقولوني يحتاط يحتاط بالتباعد والكمام هذا أفضل شيء رغم رقم الإصابات غير المسبوك ورغم تجديد إجراءات الفحص خاصة للقادمين إلى البلاد فإن مصادر تتوقع أن يتم تقليص مدة الحجر الصحي للمصابين أو للمخالطين لهم وتشير ذات المصادر إلى أن السلطات في هذا الصدد تتماهى مع بعض إجراءات التخفيف المعمول بها عالمياً خاصة مع المحصنين وقلقت كورونا بزلالها على مجلس الأمة الكويتي حيث أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن إصابة عذب من العاملين في المجلس وإصابة نائب واحد على الأقل حتى الآن وكان قد أصدرت عميماً بضرورة عمل فحص بي سي آر لكل من يرغب في حضور جلسات المجلس نحاول قدر الإمكان أن نأقد الجلسات ونتعهد بتطبيق كافة الاشتراطات والاحترازات الصحية ومنها أن يقوم النواب وموظفي الأمانة بالفحص وهذا ما تم رسائل أرسلت إلى الأخوة النواب والموظفين أدت رسائل آلة حتى غرت لتذكير النواب بالمسحات والله الحمد يعني الغالبية الساحقة من النواب والموظفين كانوا متعاونين للأسف يعني العدد المصابين من الموظفين طلع عدد كبير جداً نسى الله سبحانه وتعالى لهم السلامة وثبت إصابة بعض الأقل واحد من اللي عجروا المسحات إلى أمس وهناك اشتباع في آخرين أيضاً نتمنى لهم السلامة التضخم هو عنوان المرحلة في جميع بلدان العالم وتسجل الكويت معدلات تضخم تتروح ما بين 3 إلى 4% على أساس سنوي وبعيداً عن الأرقام يشكو الجميع هنا في الكويت من ارتفاع الأسعار على الرغم من قرار وزارة التجارة تثبيت أسعار المواد الغذائية منذ شهر مارس عام 2020 ارتفاع الأسعار ظاهرة يشكو منها الجميع الغني والفقير وأصبحت ملحوظة في كل أنواع السلع أول إحنا ندرس العربانة الشدي 10 دولاني الحين ما مشار شيء يقول لك 20 23 25 ليش؟ والله أسعار وايد مرتفعة وش حقها الزيادة يعني وين تروح ببطون التجار أعجبوهم عدا حم نشكوه والله فيه زيادة وايد يعني مو شوية ما دي أنا ليش يعني أتعاري عن وايد 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 مرتفعة مو شوي أسعار غالي أنا أسعار صراحة زادت الأسعار مش مو مثل قبل تشوفها الجمعية هذه سعرها مثل البباعة ديب نص دينار زايدة هذاك 750 بس وايد فيه غلاء فيه غلاء بس مو ما عرف السبب شكتر بالمية بس فيه غلاء ما الحوض يعني رواتب بعد نفسه ما هو الرواتب ما زادوا شمسنا الحين ولا دينار سياير عندهم يهال عندهم مدارس عندهم حفاظات عندهم حالة 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 ويعود ارتفاع الأسعار إلى أسباب كثيرة كلها تعود بشكل مباشر أو غير مباشر لجائحة كورونا ناس تتحط السبب على كورونا وناس تتحط السبب على المينة وناس تتحط السبب على يعني كلها بكج مع بعض على أساس أن ممكن كورونا سببت حالة اقتصادية شوية نزلت فحطوا الأسعار السبب بكل بساطة الشركات والمصانع بالعالم تعودوا للخسارة اللي خسرتها بكورونا بسنة أو سنتين سبب اللي أقول لك التجار السبب ماكو أحاق سبب أي شيء لا التجار ولكن ربما التجار هذه المرة ليس لهم باليد حيلة حيث أن ارتفاع أسعار سلاسل الشحن عالميا نتيجة الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا تسببت في ارتفاع أسعار جميع المواد الشحن اللي كتير تأثر والأوقات التوريد أخرت يعني اليوم الشحن صار ثلاث مرات أسعاره طلعت الفترة اللي أنت بجيبك أنت فيها بضاعة من الصين مثلا للكويت كانت تاخد 28 يوم صارت تطلع فوق الشهرين وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا بنحو 28% خلال العام 2021 وذلك تبقى لمنظمة الفاو إلا أن وزارة التجارة في الكويت أصدرت قرارا في مارس 2020 ومع بداية الجائحة بتثبيت أسعار السلع الغذائية وتقوم إدارات الجمعيات بالتأكد من الالتزام بالقرار مثل ما قلت لك الحد من أسعار المواد يجب أن تلتزم في التعاميم الصادرة من الاتحاد ومراقبة الأسعار في كل جمعية يوجد غسم مراقبة أسعار لبعض الأصناف الموجودة في الجمعية وقد أدى قرار تثبيت أسعار المواد الغذائية إلى دغوطات على التجار التجزئة الذين يطالبون بوقف العمل به والسماح لهم برفع الأسعار بنسبة متفاوتة ولا يزال القرار سريا حتى اليوم مما يتسبب في دغوطات على التجار ويؤثر على استيراد بعض أنواع السلع الغذائية الكمالية مثل بعض أنواع الشيكولاتة ولكن ارتفاع الأسعار عالميا في النهاية سيفرد نفسه مما يعني المزيد من ارتفاعات في الأسعار بعد الفاصل بورسة الكويت وشكل جديد وسيولة كبيرة كنوا معنا هذا البرنامج برعاية المركز كالمتثقة بيت التمويل الكويتي هذا البرنامج برعاية المركز كالمتثقة بيت التمويل الكويتي أهلا بكم قرعت بورسة الكويت جرس إعادة افتتاح قاعة التداول التي أطلق عليها اسم ناصر الخرافي وجاسم البحر من أكبر الأزماء التي ارتبطت بالعمل الاقتصادي في الكويت وقال رئيس اللجنة التنفيذية في بورسة الكويت بدر الخرافي إن عملية تطوير البورسة متواصلة وتحظى بزخم في ظل التوقعات بانتهاء الجائحة وتحسن أسعار النفط والتفاؤل بالحكومة الجديدة في الكويت الاحتفالية التي أقامتها بورسة الكويت بمناسبة إعادة افتتاح قاعة التداول الرئيسية بعد تطويرها وتحديثها بشاشات جديدة وآليات متطورة تنسجم بشكل أكبر مع التحول الرقمي الحادث في قطاع المال والأعمال حول العالم أنت محتاج دائما للمتلقي إشارة سريعة هذه الإشارة السريعة وسرعة الحركة مثل هذه الشاشة هذه مدروسة وأعتقد قدروا يوصلون لها بشكل جيد والشغلات التقنية اليوم يجب أن نصل لهم وإحنا وصلنا مراحل مهمة جدا القاعة راح تكون مهمة وهي يعني خلني اسميها رمزية إنما هو الاهتمام الأكبر والاهتمام الأقوى هو الانلاين والسيرفرات المهمة والاحتياطيات الجاهزة لاستمرار مثل هذا التقدم ونتمنى لهم التقدم القاعة في شكلها الجديد حملت اسمي ناصر الإخرافي وجاسم البحر تقديرا لاثنين من كبار الشخصيات لاستثمارية في الكويت اقترن اسمهما بنجاح القطاع الخاص الكويتي وعدد كبير من الكيانات المدرجة كان لهم دور كبير في الاقتصاد الكويتي وفي البورصة خصوصا فهذا أقل شيء انقدم لهم وأعتقد يعني هم ما يعتبرون من معالم هذه المنشأة يعني هذول شخصيتين لعبوا دور كبير في سوق الأوراغ المالية بالكويت وكان السوق عزيز عليهم طبعا بالنسبة للوالد تدري هو أول واحد طلب خاص خاصة وطلب البورصة الجديدة وأسسنا بالخارج وكبرنا بالكويت هم في تأسيس ووضع استراتيجية تطوير السوق بيد أن الاحتفال بالبرصة بدأ احتفاءا بالنجاح الذي حققته وتحققه منذ إطلاق ورشة عمل التطوير التي بدأت مع استراتيجية هيئة أسواق المال وتواصلت مع تحويل البورصة إلى شركة قطاع خاص وبفضل هذه الجهود عادت إلى البرصة السيولة المهاجرة ودخلت إليها الأموال الأجنبية وانضمت هي إلى المؤشرات العالمية وحققت مؤشراتها المكاسب المعتبرة في البداية كان هناك تشكيك في قيمة الاستثمار نفسه واليوم أعتقد السعر هو أفضل رد لهذا التشكيك والخدمات التي قدمتها البورصة والتطوير الذي صار بالفترة الذي دخل فيها القطاع الخاص الحمد لله أعتقد أيضاً رد على التشكيك في التخصيص نفسه أما بالنسبة للبرصة السيولة بعد الترقية التي صارت الحمد لله شفنا سيولة جيدة في سوق الكويتي وإن شاء الله متأملين مع نهاية الكورونا بإذن الله أنا مثل ما أقول دائماً أنا مان اختصاصي ولكن اللي قاعد نشوفها أن هذه هي المراحلة الأخيرة فنتمنى أن إن شاء الله رح يصير فيه انتعاش للاقتصاد أسعار البترول يوم مطمئنة وإحنا دولة يعني معتمدة على البترول فأعتقد هذا رح يأثر على الاقتصاد الكويتي وإن شاء الله يعني الخدمات اللي رح نقدمها ممكن يعني يكون فيه إدراج لشركات حكومية قاعدين نسع عليها وجود حكومة جديدة احنا متفائلين فيها فيها عناصر خنقول فنية أصحاب اختصاص نتمنى أن يكون لهم دور اليوم مع الوزير يعني بحضوره وهو من أهل البورصة يعني احنا نقول أنت صاحب سوق فكلامه كان مطمئن كان مشجع فإحنا متفائلين خير إن شاء الله والله هذه المرحلة الأولى يعني احنا نأمل لتطوير بالمرحلة الثانية قفزة جديدة إن شاء الله يعني بالسيستمز الجديدة اللي قاعد نستثمر فيها المستثمرين لجانب اللي قاعد يدخلون تطوير الآليات اللي ديدة سي سي بي اللي جاي إن شاء الله على آخر السنة فهذه كلها راح تصير إضافات للسوق إن شاء الله فهذه المرحلة الأولى وإن شاء الله المرحلة الأولى كانت مرحلة يعني طيبة وناجحة هؤنا من التطوير القادم بإذن الله والبرصة في رحلة التطوير تقترب في آلياتها وأعمالها من المفاهيم العالمية ومن كبريات البرصات فهي صديقة للبيئة وهي سوف تستخدم منصة الجرس في فعاليات المسئولية الاجتماعية وفي الإدراجات والمناسبات الكبرى وهي ستعزز الوعية بالعمل الاستثماري وبأدواته المختلفة تشهد بورصة الكويت حراقا قويا وعودة لبناء المراكز استعدادا لاستقبال موسم إعلان الشركات لنتائجها لعام 2021 ويرى المحللون إن انتعاش السيولة يسري على الأسهم لكن المتوقع أن تشهد نموا كبيرا في نتائجها أو تقدم توزيعات سخية وقد شهدت البورصة ارتفاعا كبيرا في حجم السيولة المتداولة أيام معدودة وينطلق قطار إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة لعام 2021 وقبيل الإعلان تنتعش بورصة توقعات الأرباح وحجم التوزيعات من كاش وأسهم منحة توقعات تلعب دورا في رسم القرار الاستثماري لمستثمرين متوسطي المدى يطمعون في التوزيع أو في تحقيق مكاسب رأس مالية على ظهر الإعلان أو الفوز بالاثنين التوزيع من كاش وأسهم منحة والمكاسب الرأس مالية يمكن أن تكون هناك بعض العمليات الشراء الاستباقي على الشركات التي حملت أرباح قوية على السهم الواحد وأيضا بالنسبة للقطاع المصرفي والقطاع الصناعي الذي أبليه بلاء حسنا وأيضا بالإضافة إلى القطاع التأمين فبالتالي النظرة الآن باتجاه الشركات ذات التوزيعات القيمة والنظرة الآن متجهة ناحية كل شركة حملت السهم الواحد مقدار كبير من الأفلاس تتصدر المصارف الكيانات المستهدفة استثماريا مدفوعة بتوقعات متفائلة بنمو استثنائي في أرباحه عن العام المنتهي خاصة بعد أن حققت بنهاية ربعه الثالث أرباح صافية بلغت 624 مليون دينار بنمو 64% وينظر المستثمرون بشكل خاص إلى مخصصات المصارف التي يمكن أن تلعب دورا في زيادة الأرباح أو تحجيمها وينظرون إلى مكررات الربحية التي يمكن أن تتعدل كثيرا على ضوء النتائج المالية السنوية طبعا مكررات الربحية هي معادلة بسيطة جدا هي قيمة السوقية الحالية الموجودة على ما يسمى الربحية السهم قيمة السهم طبعا هي معروفة بشكل بسيط جدا هي القيمة الموجودة حاليا حسب الإغلاقات اليومية كالالك الربحية هي مجموع أرباح آخر أربعة ترباع يعني مهم جدا أن ننظر إلى ربحية آخر أربعة ترباع لهذا السبب سادة سامة نشوف أن هناك مقارنة دائما بين الربع الأول والربع الأول في السنة الماضية فهي يعني إدخال بيانات مالية جديدة أو ربحية جديدة والغاء الربع السابق فهني تأتي التأثيرات على قيمة السهم وبالنظر إلى الأداء القوي للأسهم القيادية في البرصة خلال 2021 فإن شركات الصناديق تنتظر أيضا عاما إيجابيا من ناحية الأداء وربما ينطوي على توزيعات سخية وتقف شركات الاستثمارات الوطنية والمركز المالي والكويتية للاستثمار والصناعات الوطنية في مقدمة المرشحين للاستفادة من أداء البرصة أو تلك التي قد تردي مساهمها بتوزيعات مجزية في عودة باستوى طبيعي لأسعار الأسهم شو اللي ليش وصلنا لهون أنا بعتقد عدة عوامل العامل الأول أنا بعتقد الاستقرار السياسي بالكويت وبالمنطقة عامة فيه التعامل يعني أزمة كورونا بعتقد اتعاملنا معها وقدرناها بشكل جدا فعال بالكويت اللي أثنت عليها الو اتشو فكمانا كان دورة جدا إيجابة ونتج عنا تضفقات نقضية للسوق الكويتي من الخارج يعني بآخر خمسة شهر دخل علينا تقريبا 158 مليون دينار على السوق الكويتي من مستثمرين أجانب ومستثمرين الخليجيين وبسبب متغيرات استثنائية فإن شركات تنتمي إلى قطاعات مختلفة قد تعلن عن نمو استثنائي في أرباحها فأجيلتي قد تبدأ في إدراج أرباحها من بيع عنشطتها اللوجستية العالمية وزين توزع أرباحها مرحليا وهيومان سوفت استفادت من انتظام العملية التعليمية والخليج للكبلات باتت تمتلك حصصا استراتيجية في شركة البورصة والاستثمارات الوطنية الصفقة هذه النقلة النوعية لمساهمين أجلتي وأعتقد أن بالسابق القطاع هذا كان يمثل تقريبا 20% من أرباح الشركة فبالوقت الحالي 20% تطورت قيمتها تقريبا 5 مليار تتجه الشركات المدرجة صوب الإعلان عن عام استثنائي من ناحية النمو لكن القرار بالاستثبار ربما يقفز إلى المقارنة بالأداء في 2019 وإلى نسبة المخصصات إلى الربح السنوي وإلى حجم توزيع الكاش وعدد أسهم المنحة وبأخبار البورصة السعيدة وارتفاع أسعار النفط نترككم ونراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من عين على الكويت هذا البرنامج برعاية المركز كالمتثقة بيت التمويل الكويتي ترجمة نانسي قنقر